تصاعدت الضغوط الدولية لاستعجال إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وخروج كل القوات الأجنبية منها ففي تصريحات لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال ماس إن الاجتماع تضمن مناقشات مكثفة حول الوضع في سوريا واتفقت جانبان فيه على زيادة الضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا وبدء العمل بأسرع ما يمكن على صياغة دستور للبلاد بموازاة ذلك ألقت توتر في العلاقات الأمريكية التركية بظلاله على التعاون في تنفيذ خريطة طريق حول مدينة منبج وشكت أنقرة من مواطلة أمريكية باتت مشكلة متنامية فغدت أعلان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين تضاعف على الأرض في سوريا وأن واشنطن تساعد على تشكيل مجالس محلية للأهالي في المناطق التي استعيدت من تنظيم الدولة وفي تشكيل قوى محلية أمنية تدافع عن المدنيين أعلنت الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي بيدي تشكيل حكومة فيدرالية وبالتزامن مع ذلك شن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين هجوما عنيفا على واشنطن وقال إنها تماطل في تشكيل دوريات مشتركة في منبج مشددا على أنه ينبغي تنفيذ خريطة الطريق حول منبج في أقرب وقت ممكن إلى ذلك شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة السعي لضمان عدم وجود قوات أجنبية في سوريا واتهم بوتين واشنطن بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بوجودها على الأراضي السورية وقال إن عليها أن تحصل على تفويض أممي أو دعوة من دمشق لوجود قواتها هناك وتتزمن التصريحات الروسية هذه مع ما أكدته موسكو من تسليم نظام الدفاع الجوي الصاروخي S-300 إلى نظام الأسد وذلك في تحدي واضح وفق المراقبين لمخاوف تل أبيب وواشنطن من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب في سوريا إلا أن العديد من المتابعين للملف السوري يشيرون إلى أن بوتين بعث برسائل إلى طهران وأنقرة أكثر من توجيهها للولايات المتحدة على اعتبار أن القوات الأمريكية هي أقل عددا ميدانيا على الأراضي السورية من القوات التي تمثل تركيا وإيران في سوريا ترجمة نانسي قنقر